النبي قال أوتوني هاتوا ورأوا ألم وعمر رفض كما في رواية البخاري وكما في رواية مسلم والشيخ يمكن أن ينكرها يقول لا هذا ما حصلش أنا ما قلتش أنا بقول هنا آل كذا لكن هو منعهم أن يأتوا بهذه الورقة والقلم منع من؟ منع الصحابة أن يأتوا بذلك عمر منع أنا لم أقل كان الإمام علي موجود كل الصحابة كانوا موجودين يعني آل بيت النبي وابن عباس وابن عباس وغيرهم حول النبي ويغلبهم عمر فلما اشتد النزاع طرده من النبي وقال فالذي فيه خير اطلق يعني طرده من النبي صلى الله عليه وسلم من عنده لأنه لا يجوز النزاع عنده وهذا ما قاله البخاري البخاري لأنا لا يجوز النزاع عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا أمر يبقى تب معلش اتفضل أنا أعبر عن وجه المشاهد قول هذا الحديث نعم لماذا علي أطاع يعني هل عمر كان بهذه القوة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حصل النزاع يعني ما بين الموجودين ما بينه قالوا أب أنا الرسول الله السلام بيقول لي انت تبقى خليفة نعم أمسك السيف وأطايا الرئيب أنا بسأل أنا بسأل كلينا بالبلد كبير ماشي كوي عظيم عفوا لي لكل من يشاهدين هذه الرواية هذه الرواية في البخاري صحيحة ما هي صحيحة لكن احنا عايزين نقول ماذا انتهت انتهت يا سيدي وهل الكلام الذي قال عمر يا محمد بيسي ابن أتكلم مش ممكن كده مش ممكن لا 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 انت مش يعني انت مش مدير نعم انت كده طب انت لا 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 أنا بطرح بطرح اسئلة العامة أنا أقول فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودين الرسول أمر أمرا بأتيان آتوني بكال ظهر هناك من قال أن الرسول غنب عليه الوجع نعم فالبعض انقسم الحضور ما بين من قال نأتي للرسول بالورقة والقلم والبعض قال لا نأتي إلى أنه عنده وجع واشتد النزاع الرواية بتقول كده فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا نعم يعني اشتد النزاع مش هو أمر أصدره أنا لم أقول أنه أمر أصدره عمر لكن النص هنا بيقول ان عمر اللي تزعم مسألة انه هو يرفض ثم اختلفوا طيب فانقسموا منهم سؤال إنهم أنا لست خسما لعمر أو غيره نعم فمنهم من كان مع عمر ومنهم من كان مع الآخرين انتهى الأمر انتهى الأمر بهذا هل هذا يقل على أن الرسول كان ينوي شيئا ولم يفعل إذن هناك نقصان هناك نقصان في الدين كان ينوي الضبط نعم ضبط ضبط أمر في اللحظات الأخيرة ضبط أمر في اللحظات الأخيرة ثم منعمل الأمر الآخر منعمل يعني الدين ناقص لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا في أكثر من مرة يعني في آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نعم ورديت لكم الإسلام دينة هناك حديث عن أبي هرية يقول فيه والحديث في الترمزي يقول كنا مصوم يوم غدير خم طب نعم يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم يعني نزلت قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم نزلت في غديمه أمر ولاية علي يعني معنى كده أن الرسول لم يكن ليحتاج إلى أن يكتب كتابا بعد هذه الآية انت كده انت كده تحولت إلى طرف لا 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 سيبني أقول فكرتي عشان الناس تبقى واغدم أنت تقول الآية الآية قالت يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينة كانت قبل مرض النبي صلى الله عليه وسلم إذن ليس هناك نواقص في الدين الحنيف بعد هذه الآية انت هتقص أنا لم أقل أن هناك نواقص انت قلت أنه طلب كتابا كي يكتب وصية الوصية كانت تأكيدا وليس إضافة أو ليس إتماما مع 30 ثانية لخص ما تقول وليس إتماما الوصية كانت تأكيدا 30 ثانية 30 ثانية للطرف لا أنت كده خلاص أنا مش أتكلم خذك المايك وأمشي لا أصلا أنت كده طول الوقت بيتكلمني أنا أطاعتك كده أنا أبرد على ما يارد في أذهان المشاهدين يا أستاذ محمود لا 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 يعني أنا كده أنا كده توطط هل أنا أنت فاهم هل أنا أنت فاهم أنا وظيفتي حضرتك أنا أديري النادو لكن في نفس الوقت لكن في نفس الوقت وظيفتي يا إخوان بعد إذن حضرات السادة المشاهدين سواء من إخواني الشيعة ومن إخواني السنة أنا وظيفتي أن ما يعني في ذهن المشاهد الذي يجلس أمام التلفاز إذا ما قصر أحد من ضيوفي الكرام سواء المتداخلين سواء ضيوفي الكرام على طاولة الحوار أو أن أكمل بأسئلة ما يرد في ذهن المشاهد سواء لصالح السنة أو لصالح الشيعة فأنا أناقش الشيخ عدنان كما أناقشك يعني أنا محايد نعم لكن لا ينبغي أن تنتهي الحلقة ويقوله هذا الرجل المزيع كالمفروض يقول 1-2-3-4 هذا نقص في عملي في مهناتي يا أستاذ محمد مع الشيخ صالح على التلفون تفضل الشيخ صالح العزمي معنا على التلفون تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أنا في الحقيقة أنا بأم الضيط فضح يعني نصوف كثيرة الآن أنا أسأله هل تريد مني أن أرد عليك في نسعة طرازية أريد منه جواب نعم هل تريد أن أرد هذه الرواية هل تريد أن يرد الشيخ صالح هل هذه الرواية يا سؤال محمود حتى أنا قلت هذه الرواية سوق الأمكان نعم نعم اتفضل ردي يا شيخ صالح طيب أرد علينا أول أول بس الفع صوتك من فضلك الفع صوتك ننهيها تطلب أن تقلل نصوف أخرى نعم مع التفكير بالسؤالي لم أجد حتى الآن نصف محتف اجباب الله يفيد الإمامة بمفروض الشيئة الإمامية الجاثرية في عشرية هذا ضونه طيب شيخ صالح عفن عفن شيخ صالح هناك مشكلة هندسية في الصوت يعني إلى أن تنتهي هذه المشكلة الفنية سنعود إليك براتها أخرى لكي ترد على السؤال محمود وقت الشيخ عدناني تفضل الحمد لله وبعد نحن طلبنا طلبنا نصا في أن علي الوصف ويترتب على ذلك أن أبا بكر وعمر اتصبوا وإلى غير ذلك مما ذكرنا أين الدليل أين الدليل في الحديث الذي أورده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي لعلي لماذا لا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوصي لأبي بكر بالدليل أنه بعد هذا الكتاب أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولم يأمر علي أن يصلي بالناس انتهت القضية إذن هذا الحديث عليهم ثم قال هل النبي واحد من المؤمنين في حالة الشورى أبشره أقول له نعم هو واحد من المسلمين في حالة الشورى بدليل مشاورتهم في وحد فقال لهم إننا نرى أن نبقى بالمدينة في وحد وفي بدر وفي طائف لما سألوا قالوا أهو وحي أم الرأي والحرب والمشهور قال لا الرأي والحرب والمكيدة فأيوة ثم في وحد قال لهم تخرجوا وقال لنبقى في المدينة أفضل قالوا لنخرج فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه لأجل الشورى وهناك أمثلة كثيرة لكن الدندن هنا الدندن أين الدليل في هذا الحديث على أن الولاي لعلي وأن كلام المفيد والأئمة من بعده ومن قبله يقولون بكفرنا لأننا لم نؤمن بهذا ما جاء بالدليل السؤال الذي ينهي القضية من جذرها لماذا علي وقت كله للأستاذ بس يجيب إذا ما أجاب يرجع وقت من جديد لماذا علي أطاع عمر ولم يأتي بالورقة والقلم فضل قبل أن يجيب الأستاذ محمود معنا الشيخ صالح عاد إلينا مرة أخرى في الاتصال اتفضل يا شيخ صالح والأستاذ محمود يوافق على أن ترد على هذا الحديث طيب أنا أسأل الطيب نعم اللي معك نعم سيد محمود شيخ عدنان قال لك لماذا وفق الإمام علي على عدم إحضار لماذا لم يحضر أعتقد أننا أكلم ناس يعني عندها قدر معك شيخ صالح سواني يعني أنتظر معنا قليلا للرد على سؤال الشيخ عدنان قدر من الفهم لما نقول أن حدث تنازع يعني انقسم الناس فريقين والقضية لم تكن بين الإمام علي وبين عمر القضية كانت انتصار عليش كذلك أنا سؤالي لماذا علي لم يحضر الورقة والقلم لم أسألك علي من أي الأحزاب سألتك ليش ما أعذر ورقة وقلم وأطع الرسول فهو عاصل الرسول وخاصة إذا كان يشعر علي أيوة علي عاصا للرسول صلى الله عليه وسلم لماذا أحضر ورقة وقلم يجب عن هذا لماذا سألتك ليش محمود يعني علي 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 عاصل الرسول والذي قال أن الرسول يهجر أي يخرف ليس هذا الجواب ليس هذا الجواب لماذا عاصى علي الرسول لم يحضر ورقة وقلم قلت قلت حدث عند الرسول تنازع تنازع طائفتين والتنازع يمكن أن يستغرق دقيقة واحدة وترتفع الأصوات فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو سؤال وضح وصليح ولماذا لم يذهب إلى بيته ويأتي بالورقة والقلم قاعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو سؤال وضح وصليح لماذا لم يأتي الإمام علي تحتى الشيعة كلهم من يجيبه بس فقط هو سؤال لماذا لماذا لم يحضر ورقة وقلم نشبه المسألة حضرتك نضيع المسألة برزاق سؤال حضرتك